اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي بمعدل رحلتين في الأسبوع لتأمين جلب الكميات الضرورية التي ستمكن من استفادة المواطنين من التلقيح وذلك وفق برنامج دقيق ومحدد وأكدت المصادر ذاته ان المغرب سيحصل من الصين على عشرة ملايين جرعة من خلال عشر رحلات جوية اي مليون جرعة في كل رحلة وسيهموا التلقيح في البداية اساسا الذين يشتغلون في الصفوف الامامية اطر صحية وامنية وتعليمية على ان تعطى الاولوية ايضا للمصابين بامراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية فيما سيتم تعميم التلقيح في مرحلة تالثة على البالغين من العمر ازيد من 44 سنة ثم يعمم بعد ذلك على باقي الفئات العمرية وتشرح المصادر ذاته انه سيتم التلقيح حوالي خمسة ملايين شخص في البداية لان التوصل بالجرعات من الشركة الصينية سيتم بالتدرج على اعتبار انه لا يمكن جلب كل الجرعات دفعة واحدة مصادر خاصة لجريدة اسبريس اكدتان مجريات الاعداد للقاح كورونا كوفيد 19 جارية وان هناك عدة اطراف معنية متداخلة في هذا الموضوع الذي يأخذه المغرب الجدية اللازمة خصوصا بعد التعليمات الملكية في الموضوع وكان المغرب وقع اتفاقيتها الشراكة مع المختبر الصيني السينوفارما في مجال التجارب السيريرية حول اللقاح المضاد لكوفيد 19 جادير بالذكر ان الملك محمد السادس ترأس في التاسع من وانبر الجارية جلسة عمله خصصت للتلقيح ضد فيروس كورونا حيث اعطى طوجهاته من اجل اطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 في الاسابع المقبلة واكد بلغ الديوان الملكي ان هذه العملية الوطنية واسعة النطاق وغير المسبوقة تهدف الى تأبين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره فحسب نتائج الدراسات السيرية المنجزة او التي توجد قيد الانجاز فان سلامة وفعالية ومناعة اللقاح قد تم اثبتها اشتركوا في القناة